ماذا تقول السيد الرئيس فضميت بكاس أو رشيدة أكياف أو محمد أعواني مقالون راه ما عندك حق وما عندك أهلية القانونية تقول هذا الشيء لأنها شيء تلك تقرر بالنسبة لنحن اليوم أنا كنقول أنني لست معنية بهذه الإقالة لأنا للإخوان الأخرين لماذا؟ لأن هذه الإقالة عندها مراحل قبل أن تكون جلسة لمعاينة هذه الإقالة يجيبوا على السيد الرئيس أن يطبق مراحل سابقة لهذه الإقالة التي ذكرتها أنها مفصلة وبين في المدى 67 وبين في المدى 6 من القانون التنظيمي 113 وبين في مجموعة من المؤيد في القانون التنظيمي وبين في الدورية سيد وزير الداخلية التي قلت أنها صدرت في ينين 2024 وبين في السؤال الكتابي سيد وزير الداخلية التي صدرت في 2019 سيد الرئيس حرق جميع المراحل وجاء النقطة الأخيرة التي هي الإقالة وجاء أن يطبق فيها القانون يعني المراحل المقبلة نحن بطبيعة الحال مؤمنين في القضاء ومؤمنين في المؤسسات والخطوات المقبلة التي ستجيه ضروري أننا بطبيعة الحال نديروا استشارات قانونية وإن شاء الله سيكون خير هو أول مرة في ساريخ الولاية كما جعل اللسان الأغلبية المتدخلين أنه أول مرة نتلقى الاستدعاء للدورة بطريقة قانونية وهي الاستعانة بالسلطة وكما جاء في المادة تسعود في القانون الداخلي ديال المجلس أنه اللي كتنص هذه المادة أنه يجب على رئيس المجلس أن يوجه دعوات الدورة إلى العنوان المصرح به من طرف العضو الجماعي وأول مرة في تاريخ هذه الولاية أننا كنتوصلوا بالاستدعاء الدورة معينة هو هذه الدورة مع العلم أنه ما استدعينا من طرف سيد رئيس المجلس إلى جديماع مكتب المجلس للتداول ووضع نقطة جدول الأعمال وبالنسبة لكيفاش تلقينا هذا الاستدعاء هذا أننا نتفاجأنا جميع بحد شطط في استعمال السلطة من طرف السيد الرئيس تفاجأنا كذلك بواحد الإجحف وبواحد خرق القانون من طرف السيد الرئيس اللي احنا دائما عهدناه فيه منذ بداية الولاية وديما يا ما يعني نبهنا يا ما أشرنا إلى يعني خرق مجموعة من القوانين وهذه هي النقطة التي أفاضت لكأس هذا اليوم وهي النقطة الإقالة ديال ربعات الأعضاء والمسألة ديال يعني هنا كنقوله أنه كين واحد الإجحف لأنه لإشكال فين كين أننا ما كان أعتبرش أنا راسي متغيبة على الدورة علاش لأنني لم أتلقى استدعاءات للحضور لهذه الدورة أبدا وكانت تحدى يعني السيد الرئيس المجلس ومن معاه أنهم يعطيه ولا ينشروا يعني هذا وهذا ما طلبته منه فأثناء مداخلتي في الدورة لكيزيد لغيسبسيون ديال أنني تلقيت استدعاء لهذه الدورات اللي كيقول السيد الرئيس ويزعم أنني تغيبت فيهم كذلك من اللي كيقول السيد الرئيس أنه صيدير الإقالة يعني حرق مجموعة من المراحل في القانون والقانون واضح وراه سمعتونه في المدخلات ديالنا كامل أننا ملينا عليه سواء الجواب الكتابي ديال السيد وزير الداخلية لتصدر في 2019 وكي يفصف هذه المادة 67 هذه للرئيس المجلس هذا تأخذها كسند قانوني أنه بشيء يفعل هذه الإقالة كذلك الدورية ديال السيد وزير الداخلية لصدرات في يناير 2024 كذلك فيها جميع المراحل مفصلة وواضحة ووضوح الشمس ولكن السيد الرئيس للأسف متعنت وأبى أن لا يطبق سوى ما في جعبته وعلى هواه ونتأسف لما وصلت إليه الأوضاع القانون بين نحن لم نتلقى وأؤكد أننا لم نتلقى أي استدعاءة لها الدورات لم نتلقى أي استدعاءة للمكتب المجلس بصفة نائب ثالث للرئيس يجب عليه أن يستدعينا بقوة القانون باش نجيوا دوله في النقاط ديال الدول الأعمال ديال هذا الدورات السابقة التي يزعم السيد الرئيس أننا متغيبون فيها بدون عذر وهذا الإشكال والقضية هذه بدون عذر أراها ما عندهش عند سيد الرئيس ما عندهش صلاحية ولا الأهلية القانونية أنه يقرر باش يقرر أن هذا العذر مقبول أو غير مقبول ما عندهش نهائيا صلاحية ولا الأهلية القانونية ديال هاد الشهادة لأن القانون واضح بين والمجلس سيد نفسه والمجلس هو الذي يقرر هل أعداره والأعضاء المتغيبين هل هي مقبولة من عدمها المجلس سيد نفسه وهو الذي يقرر هذا الشيء كذلك حاجة أخرى أنه من اللي قبل ما تكون هذه الدورة هذه الاستثنائية ديال إقالة الأعضاء كان على السيد الرئيس أن يرسل لنا استفسار مكتوب في ضرف خمسة أيام ونجيب علاش بالسبب ديال لغياب ديالنا ونجاوبوا عليه حناية ونحطوا الجواب ديالنا في مكتب الضبط في ضرفي عشرة أيام وهذا الشي ما تدرش وما كانش حيتي لا بغد سيد الرئيس أننا ندير اليوم المعاينة ديال لإقالة ديالنا خصا أشنو غادي نعينو رخص يجيب معاه الجواب ديالنا المبريرات ديالنا ديال لغياب ديالنا ونقشهم يعني واضح جدا للقانون كيف يمكن لفتاة أو شابة أو مرأة فوجان أنها تزعم ودي ارتقة وتخرج باش تخض الغمار ديال التجربة شي تجربة سياسية مع العلم أنه عندنا فوجان محاميات عندنا أستاذات عندنا يعني أطر أطر يعني وعندنا شباب يعني حاصلين على شواهد عالية تبارك الله يعني هذا هذا الإجحاف هذا رهم ما صب ناشحنا بوحدنا وإنما رهم قس قس وحد وحد قس سكنة خاصة الممتلين ديال الدوائر ديالنا اللي تيقين فينا بخصوص يعني السبب ديال هذه الإقالات أظن والله تعالى أعلم أنه ربما بسبب يعني سوء تفاهم اللي كان بيننا وبين السيد الرئيس بحكم أنني يعني لا أريد الرضوخة لعشوائيته في التسير لا أريد الرضوخة لتعاملاته اللي أخلاقية معي وأكد عليها وما بغيتش ما بغيتش ما بغيتش ما بغيتش أنني ندخل في هذا التفاصيل كان ديك الدورة كنا نناقش يعني فصول ميزانية يعني تفجأنا أننا لأن السيد الرئيس ما كي يجيبش لنا الوثائق ذات صلة بالدورة معينة ما كي يجيبهمش لنا حتى كنت تفاجأوا بهم محطوطين في طاولات في صباحة يعني الدورة لقيتش غاديتنا نعقد الدورة يعني كيفاش كيمكن لنا احنا كأذا أننا نجي وننقشوف واحد الدورة اللي ما توصلناش فيها بالوثائق وما كنت نعقدش فيها الاجتماعات المكتب ما كنت نعقدش فيها اجتماعات الليجان بحكم أنني عضوة يعني نائب تاليت للرئيس وعضوة كذلك في اللجنة الميزانية كناديك ساعة تفاجأنا بواحدة الميزانية ضخمة في الكاربيرون واحدة الميزانية ضخمة في مجموعة من 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 غيبغيك فيهم فيهم أرقام ضخمة جدا وإحنا بغينا أن نقص فيهم بحال مثلا الكاربيرون فيه تمنياد تمنياد سيد الرئيس تمنياد المليون مع العلم أن جماعة ويجان لا تتوفر على أسطول يعني أسطول نقل كين غير الإسعاف وصيارة الرئيس وللأسف السيارة ديال سيد الرئيس راه تعرضت للحادث دارت الدورة في الشهر عشرة والسيارة تعرضت للحادث في الشهر جوج وما زال يعني لنتفاجأ بالعدل الإخطرات في البلاتفورم أنه كيخرجوا لبوند كوموند ضخمة للقزوال ليش قدي تدار لهذا القزوال وفين كيمشي معرفنا شي يعني خروقات عديدة وعديدة جدا لا يمكن نسردها في دقيقة أو دقيقتين بنسبة بنسبة للسبب ديال هذا الإقالة أظن أنه لتصفية حسابات لأن سيد الرئيس تلك الأثناء من لي يعني تكرزه وما قدرش أنه يعني ما بغناش نصوته لي على داك المبلغ الكبير ولا هذيك المبالغ الكبيرة في دوكلي يبغيك ديال الفصول ديال الميزانية اللي حط حيث خيالية ما كيقبلهاش العقل مع العلم أنه هاد الجماعة ديالنا جماعة ويجان جماعة فقيرة ما عندهاش موارد مالية مهمة يعني جماعة يالله كتسير المسائل ديال هالله هذا يعني كنتفجأ أننا واحدة ميزانية ما بقى لنا ولا نصله للجماعات الحضارية اللي كينين في مدن كبرى ديك الساعات كين واحدة ميلة في أحاله السيد الرئيس على المحكمة مازال ما تصدرش فيه الحكم وربما كذلك السيحية البعقيلية والسيدة رشيدة أكيف هم الشهود ديالي في هذا الميلة في هذا ربما أنا أظن والله تعالى أعلم أنه لتصفية حسابات فقط أما هذه الإقالات اللي زعم سيد الرئيس أحدهم حتى جدول أعمال بوحده حتى أسميته بوحده وما ما 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 تدخلناش حنا كمكتب في هذا شيء كامل كما العادة حتى النهار توصلنا بالاستدعاء أننا نحضره وبطبيعة الحال من حتى لو حصلنا بالاستدعاء في العنوين ديالنا بطريقة قانويا نحن رهجينا وقلنا المدخلة ديالنا وقلنا المبررة ديالنا بكل صراحة بكل واضح وهذا هذا 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 الرأي ديال السيد الرئيس الى هو كي يعرف انه شي واحد له كامل حرية انه يقول اسمي دياله هو السيد الرئيس الى تبعته معنا يعني الاشغال ديال الدورة انه كل مرة يقول هل محكمة الادارية هل القضاء هكذا هكذا الى هو شعره عنده دليل انه كين شي واحد ما تحكم له في الاعضاء دياله متحكم له انه ما تكونش عنده اغلبية مريحة يقولها ويصرح بهذاك شغله هاداك احنا ما غادش ندخله في النوايا دياله كيف يفكره كيف يفكره هاداك شغله هاداك وصرح دياله يعني يلزمه هو ما يلزمني شانا ولكن انا كعضو ما كيتحكم في يتا واحد انا كان خدمين في اطار القانون وانحنا الحمد لله مع العلم انه السيد الرئيسي كان شي متحكم را هو المتحكم لماذا لانه اعطاني تفوضات لاربعه اعضاء انا اعطاني تفوض وعندي هادا ديال التفوض اي لا بغيتو باش نتوصل به هادا نصفتها لكم تفوض ديال الشؤول الاجتماعية والعلاقات مع المجتمع المدني وللأسف ما خلنيش انني نخدم في هادا التفوض باريحية ما عم مريد شي حاجة في هادا التفوض ورقة سورية تحتطت وما كي خلنيش نخدم نهائيا بحالي بحال الاعضاء وانما باشي قول انه شي واحد كي يتحكم في نوه هذا ابدا وانما هاد شي دال على السوء التدبير وسوء التطير والعشواء يفتير والانفرادية في القرارات ديال السيد الرئيس فتشي لي كي ترجمة نانسي قنقر